شهد العراق في السنوات المنصرمة حروبا ضد العناصر الإرهابية والوضع في سوح المعارك بالنسبة لعدد الإصابات يمثل خطورة كبيرة فكان لابد من التحرك لتقليلها فعملت أكاديمية الكفيل الإسعاف والتدريب الطبي سلسلة من الدورات المتخصصة في الإسعافات الحربية لتسهم في إنقاذ أرواح المصابين في أرض المعركة أقامت أكاديمية الكفيل الإسعاف والتدريب الطبي التابعة لأتبع العباسية المقدسة برنامجها العناية التكتيكية بالإصابات القتالية تي تربل سي وتضمن هذه الدورة نظام مارتش التي تبدأ من النسب الشديد وانتهاء بالأخلاق مجامع متفرقة من المقاتلين بمختلف الأصناف في القوات الأمنية والحجد الشعبي تم إدخالهم في برنامج العناية التكتيكية بالإصابات عبر تنظيم الدورات من قبل الأكاديمية التي أنهت مؤخرا دورتها الرابعة والخمسين نشكر العتبة العباسية وأكاديمية الكفيل على فتح أو القيام بهذا العمل المبارك اللي هو أكاديمية الكفيل اللي وفرت المقاتلين طبعا جميع المقاتلين الحجد الشعبي وأيضا جميع المقاتلين القوات الأمنية وفرت لهم دورات تدريبية مجانية وهذا شيء بحذ ذاته هو يكون دافع قوي لرفع معنويات المقاتل بأرض الميدان طبعا وبالإضافة إلى تطوير مهاراته فعاليات نظرية وميدانية وتدريبية تحاكي الواقع بما يسهم في ترجمة مفردات الدورة عمليا وترسيخها في أذهان المشتركين الذين تلقوا أفضل الطرائق في كيفية إسعاب بعضهم بعضا في سوح القتال للحفاظ على الأرواح من قبل مدربين متخصصين معتمدين في أكاديميات دولية ومحلية ترجمة نانسي قنقر